مرحبا بكم الناس لكل في الطاولة رقم 26 من طاولة رمضان العشاية اليوم قلل ودلل خفافي حويشتين وخرشت نجري اليوم طيبت مرقة جلبانة بالقرنيت عملتها وشتيتها اليوم ثقيلة هكا شوي شتيتها تكون خاصرة حتيت عندي كعبة بصلى خضرة لقيتها زدة في الفنشي ديت بايعة بقتهيجا هوني يواندك بلس وزيت معها كعبة بصلى الفيني اللي بصلى بيض حتيت بصلى حمراء من مستحسن أبيض قرنيت يسيبك حولية معني بدأ غامق وزيد بصلى يسيب زيدا كل لون بتاعه الغامق يغمق كل السوس هذا كاش عندي والقرنيت حسينه ما تعبتش علي منبالة حاليتها ولا قصيتها رميتها كيما هي خليتها من القرن فخي بالسوفيد طايبة أمورها واضحة جوست صبيتها صبين اكاها وحطيت عليها صحفة جلبانة تابلو كروية ملح ثلاثة مغارفة طماطم صغار مغارفة هريسة عربي صغيرة كلهم مغارفة صغيرة هيدوما والطماطمش مليانين تراو فيه وحطيتهم في الكوكوت وزيتهم شوية ماء الكوكوتة ذاية ما تستحقش ماء ربش زيت سايب ماء ذاك عليش حطيت انه كتين وطبا بش نعمل اصوية بعبريك اكاهاو خليت زوزف خالد جيج قسيت عليهم مكعبة بصلى موكعبة تكاكا وكي نحطهم يتيبو نفوحهم الساعة زيت وملح كركم وطابلو كروية الكركم حصيلو المغارفة طاحت في وسط الحكة ومغارفة صغيرة كركم وطبا بشيك وشوية فلفل لكحل وطبا نحطهم يسوتى على الجاز شوية وبعد نحط لهم الماء ينغطي عليهم ونخليهم يتيبوا في عقلهم للي يشربوا الماء بتاعهم يقروا زيتها ايا هوني خقعد وطاب وخاطر عملت على بكري الحقيقة وقريب شقان الفترة جيت بش نفتفت طول الش اسمه الجيج هوني لبست قاندويت كل عادة على الكركم وجيج برد صيي معنى ورقه يقلوا مورو بش نفتفتوا طروف طروف ومن بعض انزيتوا الاضافات فمتمت على واحد هاتي طيب ويخرج ملك وجينا وكهاو خاصة واحد طيب يحضر في حلوه العيد ماذا بيها بنقص حوسة وهذي البطاطاك اللي عملتها معاكم نسيت فيش المهم قاعدتلي في الفريجيدير عملت بايح السويب على اليوم عملت كمية كبيرة وقتها والله نسيت عند الحكاية نهارين يضل لي ولا نهار ورفستها هكاية من عملهاش بوري نكسرها تكسيرة هذيه تكسر متعملش بوري سينو بالفريجيدة ولا بسكينة نجم تقصها توسع بالك تقصها هاو ككملت كسارتوا من يراها كبيرا كسارها شوية وكهاو فمشكون يحبوها بوري كم معقودة جيمينة ازيدة في السويب وعندي جبن حطيت جبن الموجود عندي كالعادة جرانا بادانو وعندي جبن هذا مخلط حطيت جبن مخلط حطيت付فرل بقصام قصر وتسرب كقبير القصر وعليش البصل هو يحطي نكهة بنينة ويجربي يقولولي بلي خطرق بالقلتيركم عنها برشة مرات ويحطي نكهة بنينا في السويب عاده يبديوها كفيوحين وفواحه حطينا بصل كي طيبنا بطبيعة اكثر من اكثر من اشترها بشوي خطر صغيرة الكعبة اشبت المعدنوس ناخذ ربطه ونحطه في الماء هكاكا في دبوزة ميلو قد شرب الماء وشرب الماء ويقعد منها حتى بالجماعتين المهمة جماعتين مجربتش الحقيقة نعني يا ذكا قعد لي برشالي اللي عمل العروق وزرعته في الجنينة ما شاء الله يظهر لي حطاها شهر قريب شهر ولا اكثر صدر نعني يا قعد المعدنوس لي فكاكا في جماعتين تصور ماكس ما نسيت نسيت المهم يقعد اكثر من جماعة اللي متأكدة منه هنا بشرط انك تبدلوا الماء بتاعو نهار بعد نهار وما تخليلوش عوراق في الماء الماء يخمرهم ويخمر الساقين ويفسد ويتلاوه وقسيت شوية ككمشة مع الدنوس نخلط الكل مع بعضه طبا بسنحطه العظم هنا حتيت كعبتين العظم قلت معنى نشوف خاطة العظم عندي كبير طبا قلت تشوف بلكش يجيني بزايد هو جيني اقل من القد قد بشويه يخي قلت بركة ما تزيدوك بعض اموخ يخي كثرت لي في الخليط أنا عندي باكو ملسوقة فيها عشر اثناش فيها اثناش ان كان ورقة ما عبيتهم مش لحقيقة وجيت في الورقتين الاخرينين وقعد لي كمية كبيرة قسمتهم عليك الورقتين الاخرينين جايو حسينو طاجين اكا هاو تحت الملسوقة الشارع صيق موكره الاخا كلا بطل وحتيت الحشو في الزت العظم كيما قطوكم الاخرى وحتيت الحشو في البريكا ونطويها على اثنين كيكا كيما ترى ومن بعد الروليها حتى في وحتيت البريكا لحقيقة ما وسعتش بيلي جملة حط الكعبة لي تترولا نرتاح منها قولي الحمدولله شدد اثنيتها خاصة النهار اللي نتعب فيه ونخرج فيه عليش قبل رمضان نعملو تحذيرات رمضان مش من نوحلوش الوحلية تذومة ولا مش نلقاها معناه مش من اول رمضان ومو يجيونا في اخر رمضان تفرغ الفريجيدير ولا تفرغ التركينة اللي لميتها ولا المونمتاعك تلقاهم معناها تلقى روحك انقذت روحك ايامي تقبل ولا جماعة تقبل ونكمل نروليهم الكل وحتيتهم في الطبق هاكا اوما بعد نجيب طبق الفور ونحطهم في طبق الفور على خاطر هما 12 كعبة ولي رفراري متهزليش وعندي زوزة رفراير قلت نقسمه بعد قلت ما عينيش في صوت متاعات جوج متلي رفراير خاطر فيها الصوت متاع المروحة وزوز باش يخدموا لي ويقعدوا 20 دقيقة لي 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 مانيش مستعد دخليني في الكالم الراحة حطهم في الفور طول حتيت الفور يسخن على ميتين درجة وعلى مية وخمسة وتسعين درجة وهوني قسيت شوية معدنوس الجلبانة والفلفل الجلبانة هذوكم حتيتهم على جنب وحتيت بابيكويسون على طبق الفور وحتيت عليهم كعبات السويبة يتدهنهم بالزيت يتذوب لهم زبدة وتدهنهم بالزبدة يتفشفش عليهم الزيت أنا عندي فشفشة سبيسيال خليتها للزيت هي مطع الزيت مفشفش عليها كيكا أسهل ما يكون لنجبت فوشة ولا نتعب روحي طاوة الكوكوت طابت خليتها 30 دقيقة طابت الجلبانة وقرت الزيت متاحة وخرجت مياها ما شاء الله شوفوك المالي طلعت وريني مزدت حتى نكتة ماء طاوة خليتها طاوة سخنتها حتيتها تغلي سخنتها ورميت لها الفلفل بش نسكر عليها دقيقتين بشي تيب الفلفل بشي تجب نرمين بعض المعدنوس وطابط صيب طاوة الهني حابة حاجة منعشارية كي واحد يتعب ماذا بيه حاجة يروي بها عطشو حتيت شوية قارس سيترونات وبردغين واناناس وفريس وصبيت لهم ماء نرجع الساعة لك الجلبانة اللي سايت عضيت تقيقتين متاحها حتيت رميت عليها المعدنوس حتيت شربة طاوة خطر ما سكرتش كوكوت تغطيت عليها كتنجرة تبخرك الماء الزيت المهم انا حبيتها اليوم كي تكون عاقدة ورجعت لك الجو صبيت له الماء وحتيت له واحدة فانين وحليته بشوية سيغو دا قاف وحتيت مش نرحيه طاوة حتيت السوب سخنتها صاية الحمدلله سخنتها يعني صبيتو حسلو يشاهي ما شاء الله لونو بركة وريحتو فوحة ايش جلبانة اوكاش قعد منها سوس جيت بنينة بنينة ما شاء الله القرنيت الطيبة وحتيت بشوية كما القرنيت الفرشك القرنيت الفرشك تباعة نكتو بش تكون قوية وغامق بش يجي اغمق هكا هكا هيدا طايب معنيها دجا كيل كل ذيت الطايبة اما هاكا عندك ما تختاروا نقولوا نحنا خير من بليش فما شكول يقالوا لي في لك الاغرا وفما القرنيت فرشك مشيت الحقيقة مالقيتش المهم اوكا كل واحد شكتب له ربي اه اكمل الطواطاب الملسوقة السوابة يقعدو من خمس عشرين دقيقة نص ساعة انا ما نكربش عليكم ازياد درجين على شقان فطر وانا اصلا من با حاتيت الطاولة حاتيتهم الكل في الكوجينا كيك وبعد جيتا ملهزتهم حاتيتهم فوق الطاولة وطيبت البتيفور اذاك هبطولكم وكا فيديو متاع البتيفور راهو جاسيفة بن راهو جاسيفة تعليكة ما شاء الله حسيلوا الوصفة اللي عملتها التكة اللي عملتها معهم اللي زيتها زيادة هي اللي خليتهم مضخمين وبنين راهو عكا املشي اختليهم كي نمشوش راهو الوحدة الطبق ما شاء الله كليت منهم اللهم بارك وانا حسيلوا ندور ونشم بك الريحة متاعو انا راني ما ناكلوش ما عنديش معنها بيه داعي ولا نحبو ما لي قتلي اشتهيت وحبت علي وقتلي اعملي عليه فيديو وانا راني دجاع عام لفيديو عليها قبل وانا ما كم تعرفوني كل ما نعمل وصفة ما نحبش نعوذها هي بيدها مرة اخرى نحب حاجة جديدة وحكاية جديدة مرة هذي اعملتو بحكاية جديدة جيت على بالي قلت نجربها كان صلحت كان ما صلحتش معنى ما غير ما نهبطها اصلا فيديو راهو جيبنين فاوح يهبل اللهم بارك حسيلوا استنيت شقع الفطر وهبطت علي هنا بيدي تيك الكعب نجمش توقف عليه ما شاء الله حسيلوا اكل لتو خليلكم الوصف في صندوق الوصف الرابط بتاع الفيديو دجاعي نهبطوا البارح وكاها وهذا ما يوصفتنا كينو لليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله يعجبوكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة